طيب وإحنا بنتكلم على انتصارات أكتوبر الجزيرة ما بتفوتش مناسبة إلا وتحاول تشويه الدولة المصرية لكن المرات دي تحديداً الموضوع كان مستفز بالنسبة للمصريين لأنه أنتوا جايين تشويهوا ذكرى ما ينفعش تشويه وما ينفعش أنك تكاذب الحقيقة والواقع والتاريخ لأنه مش محلي الموضوع ما كانش محلي مش إحنا بس اللي مؤمنين بي جانب الإسرائيل يعترف بالهزيمة دولياً كل الدول عرفة تاريخ أكتوبر واللي حصل في المعركة ما بين مصر وما بين إسرائيل وبالتالي ما يصحش أنك تنشر معلومات غلطة يعني مثلاً هنشوف دلوقتي على الشاشة مع حضرتك مجموعة من المنشورات اللي نشرتها قناة الجزيرة على الصفحة الخاصة بيها على موقع التواصل الاجتماعي لفيسبوك أول بوست ده في بداية اليوم كده حدث في مثل هذا اليوم حققت الجيوش العربية انتصارات كبيرة حيث تم تحرير شريط ضيق على الضفة الشرقية لقناة السويس من أراضي سيناء وجزء من الجولان بعد احتلالهم عام 1967 ده كان أول واحد بعدها حصل ضغط من السوشيل ميديا ومن المصريين وناس كتيرة جداً شافت أنه ده تزييف للحقائق فرحوا مغايرين في البوست يعني نشوف البوست اللي بعده رقم اثنين على طول حدث في مثل هذا اليوم حققت الجيوش العربية انتصارات كبيرة حيث تم تحرير شريط وشالوا كلمة ضيق على الضفة الشرقية لقناة السويس وأراضي سيناء وجزء من الجولان وهكذا شالوا كلمة ضيق بعد كده حدث في مثل هذا اليوم حققت الجيوش العربية انتصارات كبيرة حيث تم تحرير خط برليف على الضفة الشرقية لقناة السويس وأراضي سيناء وهكذا الرابع بقى كل ده في وقت قريب من بعضه آخر واحد حدث في مثل هذا اليوم حققت القوات المصرية انتصارات كبيرة حيث تم تحرير خط برليف على الضفة الشرقية لقناة السويس وأراضي سيناء وجزء من الجلام بعد احتلالهم عام 1967 البوستات دي كانت بتتعدل في توقيت زمني قصير ما بين كل البوست والتاني ولما بندخل على التعليقات الخاصة بكل واحد يلاقي انه فيه هجوم شرس من قبل المشاركين في الصفحة على المعلومات المزيفة اللي هم كانوا بيمشروها الحقيقة قناة الجزيرة أنا طبعا الحاجات اللي اتنشرت دي لازم نلفت نظر الناس انها ما تتقريش كده يعني لان هم بيثبتوا ان هم مسموح ان انا اقول اغبية وجهلاء يعني اوصف حقيقي اه يعني انا بس هشاور لحاجة هو خط برليف كان محتل يعني يعني نقول سيناء كان محتل لو خط كان في حاجة اسمها خط برليف يعني حتى اللي كاتب مش فاهم نقول حيث تم تدمير خط برليف اختراق خط برليف لكن مش تحرير لان خط برليف ما كانش موجود واسرائيل احتلته وبعدين احنا حررناه ده ده الف به يعني الامر الاخر ان الجهات الرسمية الاسرائيلية اعترفت بالهزيمة طبعا طبعا الولايات المتحدة الامريكية اعترفت بهزيمة اسرائيل في حرب 73 العالم كله من امتى شفنا اسرائيل بيتئسر لها 7000 و 8000 واحد الاسراء كانوا 3000 و كسراء و 4000 تعريبا واتقتل لهم حوالي اكتر من 8000 قتيل غير مصابين في الحرب ما شفناش هذه الخسائر ابدا قبل كده في اي حرب مع اسرائيل لو هم فهمين ما هو الهدف من الحرب يعني لو هم عندهم حد بيفهم ما هو الهدف من الحرب الحرب الهدف منها كلمتين فرض الاراضة بس مش الهدف ان انا اخسر لقدام كتير او اكسبه كتير او اخذ ارض كل ده مش هدف الهدف فرض الاراضة اقدر افرد اراضتي ازاي لو انا ضربت ساروخ واحد وفرضت اراضتي فرض الاراضة يعني اجبر الخصم انه ينفس كلامي او انه يحقق لي هدفي او ان انا حقق هدفي يبقى في الحالة دي انا حققت لو ضربت ساروخ واحد ترجمة نانسي قنقر